مفاجأة الرئيس نجيب مقاطي بتقديمه التشكيلة الأولى لرئيس الجمهورية وذلك بعد أقل من 20 ساعة على اجتماعه في مجلس النواب مع النواب في إطار الاستشارات النيابية غير الملزمة هي مسألة جيدة وهي مسألة إيجابية لأنها يعني تعني بأن الرئيس مقاطي معني بالقول وإرسال رسائل بكل الاتجاهات بأن الوقت يداهمه وأنه يستعجل الخطة من أجل تشكيل حكومة جديدة طبعا التشكيلة التي قيل أنه قدمها هي تشكيلة عامة وهي تشكيلة تتضمن العديد من الشواغر المتروكة للقيادات العليا أو للقيادات المعنية بتشكيل الحكومة رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب حزب الله القوى المشاركة في الحكومة بشكل أو بآخر أن تعبئ هذه الشواغر في مكان ما وأن تعبئها ضمن أطر وشروط يصر الرئيس مقاطي على القول بأن هذه شروط ملزمة وهي أن يكون الشخص الذي سيحل مكان الوزير الحالي في هذه الحكومة حكومة تصريف الأعمال أن يكون ذات ثقة وذات مصدقية وأن يكون جزءا من فريق عمل وليس جزءا من لعبة البزار الذي إن فتحه سوف يؤدي إلى تشتت الجهد الحكومي مقاطي يريد حكومة بسرعة لكن هل أن السؤال هل أن رئيس الجمهورية يريد حكومة بسرعة مقاطي يريد حكومة عمليا هي نسخة عن الحكومة الحالية تكمل بالأشهر الأربعة المقبلة ما بدأته هذه الحكومة وتحاول أن تنجز أقل له غير مقاطي مثل حزب الله يريد حكومة واسعة فطفاضة حكومة سياسية الرئيس ميشيل عون يريد حكومة سياسية أفريقاء آخرين يريدون حكومة سياسية في مرحلة انتهاء العهد وفي مرحلة احتمالات دخول لبنان في فراغ رئاسي السؤال هل يفتح البزار أم يتمكن نجيب ميقاطي من إقفاله والتسريع بتشكيل الحكومة ترجمة نانسي قنقر